النهاردة الوداد المغربي وصيف دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي بطل دوري أبطال أفريقيا الموسم قبل الماضي بيخسر المباراة الثانية على التوالي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا كان خسر المباراة الأولى أمام جالكسي البوتسواني 1-0 في المغرب والنهاردة بيخسر في كود بوار أمام أسك أبيتجان 1-0 أيضا خسارة تانية على التوالي في أول جولتين لوصيف بطولة العام الماضي وبطل بطولة العام قبل الماضي رغم رغم أن عادر رمزي مدير الفاني الحالي للوداد بيتقال عليه أن الخليفة خليفة وليد الركراكي طبعا المدرب الشهير للمنتخب المغربي وأيضا فريق الوداد سابقا وطموحات كثيرة وكبيرة كانت محطوطة عليه مع الوداد ورغم كده النتائج السلبية سواء في دور أبطال أفريقيا أو حتى في الدوري أرقام النهاردة أرقام سلبية كثيرة جدا للوداد بعد الخسارة التانية على التوالي تعالى أقول لك الأرقام السلبية اللي وصلت للوداد بعد خسارة اليوم لأول مرة في تاريخ الوداد الفريق بيفشل في تحقيق الفوز في أول جولتين من مجموعات دوري أبطال أفريقيا ولأول مرة في تاريخ الوداد الفريق يفشل في تسجيل أي أهداف بأول جولتين من مجموعات دوري الأبطال فجأة كبيرة كبيرة للمرة الثانية في تاريخه يخسر الوداد مباراتين على التوالي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا ففي عام 2017 خسر أمام الزناكو والأهل بالجولتين الثانية والثالثة على الترتيب الوداد بيتلقى الهزيمة الخمسة في مختلف المسابعات هذا الموسم بواقع هزيمة في الدوري الأفريقيا وهزيمتين في دوري الأبطال ومثلهما في بطولة الدوري موسيقى